أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاثنين عن إعادة فتح السفارتين الإيرانية والسودانية واستئناف المهام الدبلوماسية لسفيري البلديدة عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة نظيره السودانية زائر علي الصادق علي في العاصمة طهران شدد على ضرورة فتح صفحة جديدة في مسار تعزيز العلاقة الإيرانية السودانية إعادة فتح السفارتين الإيرانية والسودانية واستئناف المهام الدبلوماسية لسفيري البلدين ثمرة التوافقات والقضايا التي طرحت أثناء اللقاء بين رئيسي البلدين على هامش قمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية في ضيافة الرياض زيارة الوفد السوداني لطهران تدل على وجود إرادة جادة لدى الخرطوم من أجل توسيع العلاقات مع طهران وتعزيزها في المقابل نحمل الرغبة ذاتها في دعم التعاون الثنائي